السلام عليكم الإخوان حياكم الله معكم أخذيكم علي باريش دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عدة الشعب المغرب العظيم في هذا الفيديو سنسمع تسريب صوتي من شخص في مخيمة تندوف سيحكي على شخص الحادث والواقع عجرات بالأمس في مخيمة تندوف خطيرة وغريبة وعجيبة وتأكد أنها فعلا منهم البوليساليو هذه واحدة العصابة مسلحة كي ينتمج جل أعضائها إلى مخيمة تندوف وكتقوم بعمليات سطو مسلح ضد الصحراويين في مخيمة تندوف وكذلك ضد المناقبين الموريتانيين في الشمال الموريتاني وهذا العصابة أنا تكلمت على عدة مرات في عدة فيديوات هذه سنة تقريبا وأنا كنت نشط عليها بناء على شهادات وتسريبات الضحاير لأغلبيتهم صحراويين من مخيمة تندوف كيف عزة والفرانكو هذا التاجر من ولاد تدريف مخيمة تندوف كانت تعرض على عملية سطو وقلعوله تقريبا سبع ملاير كلها قيمتها موبلاة هواتف نقالة جاي شاريها من الموريتان وماشي بيعه في مخيمة تندوف وعتاردوه تقريبا في الحدود الجزائري الموريتاني وقلعوله هذا كامل وهدوه بالسلاح ما هو السلاح الأبيض السلاح الناري كلاشات وكانت هاد القادية مشتبعيد الشخص اللي هو عزة والفرانكو كشف المجموعة ولا زاد كشف السيارة اللي كانوا متعطوها هاد العصابة وتوجيه عن صاحبها واحد من هالغريشي متواجد في التندوف وقال لهم انا سيارتي كاريها بعد ذا كتأكد على انه هاد العصاب بالضبط موالية البوليساريو وقدت استافد من حماية من البوليساريو قياداتها عمال اللي وقع البارح واللي غان سمعوا بتسريبات الصوتية هذه العصابة نفسها كيلبسوا الملاحف كيلبسوا ليباس النساء الصحراويات الملاحف هم الرجال وكينتاحلوا على انهم نساء وكينهجموا على المتاجر متاجر الصحراويين في مخيمات تندوف كيف ذاك السوق اللي متواجد في صمارة مخيمة صمارة مهم كين متاجر عديدة في مخيمات تندوف كيجوك هما بصيفة ومن نساء ولكن هما رجال لابسي الملاحف وكيهجموا عليك وكيشكرفوك كيكتفوك وكيقلعوك جميع المال اللي عندك وتكررت العملية عدة مرات وفي المقابل اول امس يعني قبل هاد العملية تقريبا بيومين نفس العصابة في الشمال الموليتاني هجمت على مناقبين كانوا ينقبوا على الذهب مناقبين موليتانيين وهدوهم بالطلاشات بالسلاح الناري وقلعو لهم سيارات سيارات ربعية الدفع اللي كانوا عندهم اللي قدوا يوصلوا مفاتيحارهم شوبيها والسيارة الاخرين فارقعو لهم البنوات اطارات فارقعو كامية علاش باش ميلاحقوهمش وشكتفوهم شكرفوهم وهاربوهم وهدو العصابة من مخيمة تندوف بعدما علم اطار كبير عسكري في الجيش الموليتاني اعطا التعليمات على انه يحاصروا جميع الحدود من اجل القاء القبض على هذه العصابة فاضطرت العصابة على انه تدخل الازواط الشمال المالي وهنا كانوا تيهين ما اعرفيش طريق لانهم ضروري كانوا عليهم ورجعوا للمخيمة تندوف فاقبضهم الجيش الازواطي هذا الجيش الازواطي اللي ما ما استعرف بحد هو اللي يقبض هذه العصابة وبالاكتر من هذا صوروهم وعلموا الموليتانيين على انه هذا العصابة اللي من مخيمة تندوف تم القبض عليها بمجرد دخولها ارض الازواط الشمال المالي سمعوا تسريبات حياكم الله ويح الشعب المغرب العظيم السلام عليكم وصباح الخير على جميع السعراويين شكي صباحكم جميع متعيات المكامين وهذا الشعر اللي شعر بها اللي باتيك هنا دخلوا لي الوصول صلوها لحيا الاربعة فلية السمارة وغطعناهم مستجي في لا بدين السيوف الاربعة ولا بدين مقطع وعيد تعيون الحمد لله قطعوا الشبيك الاربعة تامة قد يقت معاهم دون الشبيك دخلوا علي الحمد لله الشيعة العظيم المرأة هم من يدخلوا جميع المرياح والدكتر وهم الى الاربعة وشرين دقي يوم وهم هدوني وضريك يال اللي باتيك الحيض والحيض والحضر عندما هكذا يستعليه والعقد يقام قام عليه هاية 8 طاري نصوص قدرت عليها من 96 إلى 2001 وهم ربعة ومتنقبين ومتنقبين وملي اللهم لاحف عليات ما هم ده اللهم وشاعة العظار عن ما عرفتهم ومتنقبين وهو ناس كانت حضر وحضر من هذا النوع وقصة الشرطة وقصة مسلم وبي أزل ورجعنا رأيك هذا معدل اليوم في عدل واحد مع الناس يتعاون على ذلك النوع ويحضر منك منذ النوع يعريه ولا يسترو هذه مهلا معدل معنا يرضى العدل السبح لأ عائلة تقوم معنا هذا من عائلة العدل ولي الحضر ولي يجب أن نتعاون عليه. خاصة الناس تتوقع. هذا الرغم يحرق للأربعة تامة. يحرق للرصوص. ما نقول لهم الرصوص. وراء أن الوكيل نمونا فيهم. حسب يالله ونعمل الوكيل فيهم ولي. والناس تحيط الحضر الحضر منذ النوع. العادة الطارية يعطينا خير. وذا ما هو شيء يسكتعي. خاصة الناس تتوقع. تكثر بالغباء وتكثر بالكامرات. حب. وحنا ما هو شيء يسكتعي. حب. وجزاكم الله وخيرهم. حيطوا حيطوا الحضر. وعملوا للشعر يجال فيكم الخير. الناس كانت تتحيطا من البيئة قادمة خيرا.